ومتابعة إلى هذا الموضوع معنا في الأستوديو محمد طاع الصحفي في بي بي سي محمد جاني من خلال تجميع هذه المعلومات والأخبار عن الزلزال ووسعه في عدة مناظر ما هي المعلومات التي أمكن رزوها؟ طبعا خلص التعازي لهذا المصاب الكبير الذي أصيبت به منطقة واسعة يعني الزلزال ضرب أكثر من ثلاثة عشر دولة تركيا وسوريا والعراق ولبنان والأراضي الفلسطينية وإسرائيل والأردن ومصر ورومانيا وجورجيا واليونان وأرمينيا وقبرص وأدى إلى مقتل نحو مئتين حتى الآن والمصابين بالمئات عصام هذا الزلزال الكبير ترك أعدادا ضخمة تحت الأنقاض يعني كما ترى في الصور عصام هذا المبنى مدمر من تركيا عدد المباني العشرات بل مئات المباني دمرت في سوريا والعراق والسؤال الأكبر الآن ما هو عدد المحصورون تحت الأنقاض يعني الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن على رسالة مستشاري الأمن القومي جاك سوليفان قال إنه سيرسل مساعدات عن طريق وكالة المساعدات الأمريكية لمساعدة السلطات في سوريا وتركيا للتعامل مع هذه الأزمة الكبرى الرعب أصاب المنطقة بأسرها عصام عندما كنت أنا وأنت نتابع الأخبار بعد منتصف الليل بحدوث هذا الزلزال والرعب أصاب المنطقة بأسرها من لبنان إلى العراق إلى تركيا إلى سوريا بسبب هذا الزلزال الكبير هناك تحذيرات في إيطاليا حتى من حدوث موجات سونامي بسبب هذا الزلزال الذي وقع في منطقة شرق البحر المتواصل يعني في آخر المعلومات المتعلقة بهذه النقطة بالذات يعني أن السونامي هناك خبراء في الأرصاد يقولون بأن من المستبع جدا على السونامي بالنظر إلى الموقع الجغرافي الذي حصل فيه الزلزال ولكن السلطات تتخذ الإجراءات التحذيرية من حدوث أي شيء في مصر صدر بيان عن المعهد القومي الوحوث الفلكية والجيو وفيزيقية في مرصد حلوان طيب سأعود إليك محمد ولكن دعني أنتقل إلى مرسلنا في دمشق عساف عبود عساف هل يمكن أن تضعنا في صورة الموقف حاليا في سوريا؟